فبارح وباجي وكمان بتوب بعرفش نفسي بين الوجوه صاحبنا هينتزع قناع اللوام اللي بيدور بيه على الاهتمام والتقدير والحب ويعيش بالشخصية الصادقة السمح شخص عنده سماحة هو مش يعرف يعيش بالشخصية السامحة دي إلا لما يستدعي اسم الله العفو يستدعي إيمانه بأنه نفسه إن ربنا يعفو عنه وأنه عارف إن ربنا مش بس عفو ده بيحب العفو يحب إنه يعفو عننا سبحانه وتعالى ويحب إن احنا نعفو عن بعض اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عننا وقال ربنا سبحانه وتعالى نصيحة في القرآن لو عايزني أسامحك سامحوا بعض أسيبوا الملامة والعتاب والتأطيم واليعفو واليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم فانتزع صاحبنا قناع اللوام وعاش بالنفس السامحة شخصية السامحة الصادقة دي أول طبع لها هو تأدير ظروف الناس بل أقول لك على حاجة تفهم عيوبهم وأخطأهم ومحاولة السماح والعفو وعن اعتداءهم كمان وتقصرهم رجاء عفو ربنا سبحانه وتعالى في آخر قصة حياة سيدنا يوسف لما جم أخوه وأبوه أمه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة ربنا نصروا وأعزوا عليهم بعدما رموا في البير وبعدوا سنين طويلة عن أبوه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ممكن تسمع بقى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي بدل ما يقول إخواتي بهدلوني واللرموني والعمل فيي وفرقوا بيني وبينك يا أبويه وشوف ربنا عزنا إزاي أه إحنا اللي بضعفنا بنقول كده لكن هو شاف عزة ربنا وكرم ربنا وهو نبي ربنا معلمه فقال من بعد ما الشيطان وقع بيني وبين إخواتي وجابها في الشيطان من غير ميلوم ويبكت إخواته في مشهد عزة ليه صاحبنا عنده دي عنده شيء من السماحة في قبول تقصير وأخطاء البشر وأغمض عيني عن أمور كثيرة وإني على ترك الغموض قدير وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها وليس علينا في المقال أمير أقدر أبكت ولوم ومحدش لي عندي حاجة لكن زي ما قال سيدنا الإمام الشفعي الكيس العاقل الفطن المتغافل عديها عديها عشان الحياة تبقى حلوة ونعيش مع بعض وقت جميل وما نعيش بعض في أوقات صعبة ونوجع بعض ونلوم بعض وفي الآخر بنفترق يا ريت اللي لابس قناع اللوان بيكسب المحبة ده بيبقى تقيل جدا على النفوس الحاجة التانية المهمة اللي من طبع قناع الإنسان السامح إنه بيساعد نفسه على السماحة دي إنه بيصنع لنفسه عالم يكتفي بي عشان ما يعودش يلوم الناس لو أسروا هو أصلا عنده اكتفاء وبيعمل الاكتفاء ده من غير عصبية يعني إيه؟ يعني مش مثلا بيقول خلاص أنا هاهتم بنفسي الوحدي مش مهم الناس الناس ما فيهاش خير هعيش حياتي الوحدي بالطريقة القاسية دي لا مش كده بس مثلا ست اللي دايما بتلوم جزها إنه مشغول في شغله والحياة كلها بقيت لوم بدأ يبقى عندها اهتماماتها الشخصية بحيث إنه هو لما يتشغل عشان لقمة العيش في الزمن اللي الشغل فيه بقى بيستهلك وقت كبير قوي من حياة الرجالة بقى ليها حياتها اللي تعرف تعمل اكتفاء فيقل اللوم شوية بحيث لما يتواجد الوقت الحلو اللي هو متواجد فيه بقى وقت جميل مش وهو متواجد يتلام نفس الكلام برضو الراجل اللي عمال يلوم في مراته عشان مطحونة مع العيال وبيرجع يلاقى الأكل مش سخن ومش عارف الملاية مش محطوطة ايه اتعلم هو يساعد ويعرف يسخن الأكل ويزبط هو القوضة حس لو شافها منهكة مع العيال هو يقوم بنفسه ويقوم بحياته وبنفس طيبة مش باستغناء وده أفهمه من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا حاول تكتفي شوية بنفسك علشان ما تلومش كتير فتبقى الشخصية السامحة اللي مؤمن بأن الله عفو ونفسك ربنا يعفو عنك فبتعفو عن الناس